أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة واعتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الهادي الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد فنستأنف الكلام عن وصول كتابة البحث العلمي ونتحدث عن عنوان البحث وشو الأهمية النابعة لهذا العنوان وما هي شروط عنوان البحث أولا العنوان له أهمية بالغة وأهمية كبيرة اختيارك لأي عنوان من العنوين للدراسة أو للبحث العلمي فالعنوان يعد هو مفتاحاً لتسويق كتابك العنوان هو يعد مفتاحاً لتسويق الكتاب أو البحث أو المؤلف أو المصنف في البحث العلمي يعد هو المفتاح لتسويق هذا الكتاب يعني لترغيب الناس ينبغي أن يكون عنوانك جبذاب عنوان ملائم يجذب القراء إلى هذا العنوان الآن هذا العنوان اللي هو اختيارك عنوان لبحثك العلمي سواء في البحوث المحكمة للترقية أو البحوث الفصلية مشاريع التخرج رسالة الماجستير وطروحات الدكتوراه ينبغي أن تتوافر عندي شروط معينة في هذا العنوان أول شرط أن يكون العنوان معبراً عن مضمون البحث أن يكون العنوان معبراً عن موضوع البحث الآن عند اختيارك للعنوان ينبغي أنه عمل البحث ومحتويات البحث ومواضيع البحث في الداخل تكون كلها منسجمة مع العنوان الموضوع الآن طبعاً لنفرض أنه أنا اخترت عنوان أحكام خيار الشرط أحكام خيار الشرط فإذن أنا ينصب حديثي فقط عن الأحكام المتعلقة بخيار الشرط فلذلك الآن لا ينبغي ولا يقبل بحال من الأحوال أنه يكون مفهوم العنوان أكبر من المضمون أكبر من المضمون فلذلك ينبغي أنه كل ما يتعلق الآن بالموضوع اللي اخترته والعنوان اللي وضعته خيار الشرط أنه يكون مجتمل على كل ما يتعلق من أحكام خيار الشرط كل الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي أنها تكون تحت مظلة هذا البحث فينبغي أن يكون بحثك وعنوانك جامعا مانعا جامع يعني يجمع كل عناصر البحث كل ما يتعلق بهذا العنوان ومانع يعني يمنع دخول ما ليس له علاقة بالعنوان يعني الآن أنا قاعد أكتب عن خيار الشرط ما علاقة مثلا بيع المعاطة بهذا العنوان لو حطيت جزء من الموضوعات اللي درستها ضمن خيار الشرط تحدث عن بيع المعاطة لا ارتباط ولا علاقة بين الموضوعين فهذا إذن لازم يكون البحث يعبر عن مضمون أو يكون العنوان معبر عن مضمون البحث أو إني أكتب عن خيار العيب بالإضافة لخيار الشرط أنا عنواني خيار الشرط فلا يجوز إدخال أحكام خيار العيب ضمن هذا العنوان لو حطيت العنوان خيار الشرط والعيب أو الخيارات بشكل عام الآن أي موضوع يتعلق بالخيارات أستطيع أني إيش أضمن هذا البحث لأن العنوان يشمله العنوان يشمله إذن ينبغي أن يكون عنوان البحث جامعا ومانعا جامعا قلنا بعناصر الموضوع كاملة ليينطبق عليها العنوان ويمنع بحث أي مسألة ليست متضمنة في العنوان يعني لا علاقة للعنوان فيها أيضا من شروط العنوان في البحوث العلمية أن لا يكون طويلا ولا قصيرا طويل ممل أو قصير مخل لا يجوز في البحوث أو الدراسات أو العنوين للموضوعات التي نختارها ينبغي أن لا يكون العنوان طويلا لأن هذا يؤدي إلى الملل والسعامة فينبغي اختيار عنوان موجز إجاز لا يخل بالمقصود فلما أقول مثلا أحكام خيار الشر دراسة فقهية مقارنة هذا عنوان له طويل ممل ولا هو قصير مخل أما لما أقول والله الأحكام الفقهية طيب شو الأحكام الفقهية؟ يبدأ خصص هذا عنوان عام عنوان فيه خلل لا يجوز اختيار الآخر اللي هو الأحكام الفقهية بهذه الطريقة لازم أضيف مثلا أحكام الفقهية في المعاوضات الأحكام الفقهية في عقد البيع الأحكام الفقهية في الصلاة مثلا في سجود السهو لهذا ما أحدد هذا الأمر الشرط الثالث من شروط عنوان الموضوع المبحوث أن يكون بعيداً كل البعد عن العناوين الدعائية المثيرة عنوان دعائي ممكن يثير الآخرين إحنا بحوثنا علمية بحوثنا رصينة فينبغي أن يكون عنوان بحثك غير مثير ولا يشكل بعاية لأحد والشرط الرابع أن يكون العنوان سهل الحفظ يستطيع الباحث يستطيع القارئ أن يتذكر هذا العنوان بسهولة لما يقول زي ما قلنا أحكام خيار الشرط أو أحكام خيار الشرط دراسة فقهية مقارنة هذه عنوان ليس بالطويل وليس بالقصير نستطيع من خلاله أن نحفظ هذا العنوان ونتذكر هذا العنوان نتذكر هذا العنوان يعني بهذه الطريقة الآن لدينا من أركان البحث اللي هي مصادر البحث مصادر البحث الآن هذه المصادر نتحدث عنها الآن لدينا المصادر على أقسام عندي مصادر من حيث القيمة العلمية لهذه المصادر مصادر من حيث القيمة العلمية لهذه المصادر وهذه على ثلاث أنواع النوع الأول اللي هي المصادر الأساسية المصادر الأساسية طبعا حسب موضوع البحث حسب عنوان البحث اللي أنت مختاره طبعا الآن بمر عنا مصطلح مصادر ومصطلح مراجع فالمصادر الأساسية هذه بنسميها مصادر وهذه هي أقدم ما كتب في الموضوع أقدم ما كتب في الموضوع هذا يطلق عليها مصطلح المصادر فلما أقول مصدر يعني كتب قديمة مصادر أساسية الآن هذه أمثال هذه المصادر الأساسية اللي تسمى مصادر اللي هي الكتب التراثية الموثوقة شو الكتب التراثية الموثوقة اللي هي الكتب اللي ألفها السابقون من علماء هذه الأمة في الدراسات الشرعية لو إيجينا للفقه نستعرض هذه المصادر الأساسية نرجع لكتب الفقهاء الحنفية الشافعية المالكية الحنابلة هذه كتبهم كلها تعد مصادر تعد مصادر أساسية فلذلك هذه الكتب التراثية الموثوقة هذه تعد من المصادر الأساسية من المصادر الأساسية أيضا من المصادر الأساسية الوثائق والقوانين أي وثيقة أي قانون يعتبر مصدر أساسي مصدر أساسي الآن ممكن يكون القانون حديث لكنه هذا القانون هذه مواده الموجودة فيه هذه تشكل إيش تشكل مصدرا أساسيا يعني نبدأ درس الآن القانون الإماراتي مثلا اللي هو قانون مثلا المعاملات المدنية الإماراتي الآن تشكل الجريدة أو الكتاب اللي هو نشرت فيه هذه المواد القانونية هذا يشكل مصدرا أساسيا للبحث مصدرا أساسيا مع أنه إيش هو معاصر هو معاصر لكنه هذا هو المصدر الوحيد الأساسي لمعرفة ما يتعلق بقانون المعاملات المدنية الإماراتي أيضا الوثائق كعقود مثلا مسجلة أو غيرها هذه تسمى وثائق هذه تعد مصادر أيضا في المعلومات لأنه إلها قيمة علمية كبيرة أيضا الصحف والمجلات والسجلات الرسمية الآن لو الله بدأ أكتب عن الأوقاف وأروح أشوف شو السجلات الرسمية شو الأوقاف وأنواعها اللي تم وقفها هذه السجلات الرسمية تشكل مصادر أساسية للمعلومات موضوع بحثي موضوع بحثي أو مجلات علمية اللي هي المجلات العلمية المحكمة خاصة منها الصحف الآن وما ينشر فيها أيضا يعد مرجعا قد تعلق دراستي بتناول موضوع طرقته أو طرقته الصحف وتم تناوله في الصحف أيضا النظريات المبتكرة التي ينتم نشرها في المجلات نظرية مبتكرة زي الآن إحنا قلنا عندنا نظرية العقد نظرية الطروف الطارئة هذه نظريات تم جمعها من متفرق فهذه النظريات المبتكرة تشكل مصدرا أساسيا لمعلومات الباحث وقيمتها العلمية قيمة مرتفعة هذه المصادر هذه المصادر الأساسية النوع الثاني من المصادر من حيث قيمتها العلمية وهي المصادر الثانوية عند المصادر الأساسية إذن هي الكتب التراثية قلنا كتب الفقهاء القدامى كتب المفسرين غيرهم النوع الثاني اللي هي المصادر الثنوية المصادر الثنوية هذه يطلق عليها اسم مراجع اسم مراجع ها الآن مثلا أنا عندي مؤلف اسمه أو عنوانه مثلا الموجز في العقود المسمى الموجز في العقود المسمى أو عندي مؤلف اسمه مصططات حق الخيار دراسة فقهية مقارنة الآن هذا كتابي هذا لا أسميه مصدرا لا أسميه مصدرا إنما هو يسمى مرجع ثنوي أو مصدر ثنوي وليس أساسي لأن هذا أنا أخذته من وين اعتمت عليه اعتمت على المصادر الأساسية اللي هي كتب الفقهاء القدامة في إعداد هذا المؤلف أو هذا المصنف فالآن كل شيء اعتمد على مصادر أساسية منسميه مرجع ولا نطلق عليه مصطلح المصدر المصطلح المصدر لذلك كل الكتب المعاصرة الفقهية مثلا أو في التفسير أو الرسائل العلمية أو البحوث المحكمة اللي موجودة في المجلات هذه كلها نطلق عليها إيش؟ نطلق عليها مصطلح المصادر الثانوية أو المراجع لكن لا أسميه مصدرا أساسيا لأنه العلم الموجود فيه المدون في هذه الموضوعات هذه الكتب كله معتمد على مصادر أساسية أصيلة سابقة لكن الآن أنا هذه المراجع الآن باعتمد عليها وأرجع لها باستفيد أنا قاعد أكتب والله مثلا في الخيارات مر عندي موضوع المسقطات فممكن أني أعتمد على مرجع مكتوب اسمه مسقطات حق الخيار دراسة فقهية مقارنة فأرجع لهذا المرجع أستفيد منه أتعرض له بالتحليل أو بالوصف أو بالترتيب أو بالنقد ممكن أنا في كتابي ضمنت شيء وطلعت عندي عبارة أو نسبة شيء قول فقهي لمذهب من المذاهب كانت نسبتي إيش غير صحيحة أخطأت فممكن أنه يأتي آخر يعتمد على هذا المرجع وينوه وينبه أنه هنا في خطأ في النقل أو في نسبة هذا القول لهذا المذهب فإذن الآن هذه المراجع اللي هي بتعرض لها الباحث في موضوعه إما قلنا بالتحليل لها أو بالوصف أو بترتيبها أو بنقدها أو بتلخيصها أو اختصارها يعني تلخيص والاختصار نفس العملية فهذا النوع الثاني من المصادر الأساسية النوع الثالث اللي هي المصادر للمساعدة أو المساعدة المصادر المساعدة المساعدة الآن هذه المصادر المساعدة هي عبارة عن مؤلفات معاصرة اعتمد في كتابتها ومادتها العلمية على المصادر الأساسية والمصادر الثانوية لكن لا يوجد فيها إضافة جديدة سوى أنه أعاد المؤلف تنظيم الموضوع ورتب وحلل النصوص والأفكار فيه الآن هذه المصادر المساعدة يستطيع الباحث أنه يستفيد منها خاصة في مجال الدراسات الإسلامية أن يقوم بتحليل الأفكار ومنهج العرض اللي قام فيه المؤلف لهذه المؤلفات المعاصرة والمؤلفات الحديثة إذن الآن عندي المصادر ذات القيمة العلمية عندي مصادر أساسية وهي الكتب القديمة التراثية كتب الفقهاء القدامى ثم عندي مصادر فنوية وهذه نسميها مراجع وهو كل مؤلف اعتمد في مادته العلمية على هذه المصادر الأساسية الآن المصادر المساعدة هي اعتمدت على النوعين السابقين هذه المصادر المساعدة فالآن ما نكتبه في دراساتنا الفقهية أو الحديثية أو في التفسير نرجع فيها إلى الكتب والمصادر الأساسية الكتب التراثية ونلجأ أيضا فيها إلى الكتب المعاصرة التي اعتمدت على المصادر الأساسية ونأخذ من الجهتين ونوثق منهم فالآن هنا اعتمادي أنا على المصادر الأساسية والمصادر الثانوية هذا يسمى مصدر يصبح مصدرا مساعدا مصدرا مساعدا في هذه الحالة الآن القسم الثاني من المصادر تقسم هذه المصادر من حيث التنوع من حيث التنوع فعندي الكتب عندي الكتب اللي هي المؤلفات وهذه على نوعين عندي الكتب العامة التي تتناول الموضوعات بصورة غير مباشرة بصورة غير مباشرة كمدخل الآن لما نقول والله هذا الكتاب مدخل إلى فقه المعاملات المالية هذا مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله هذا مدخل إلى أصول الفقه هذه مداخل هذه تناولت الموضوعات التي فيها بصورة غير مباشرة بدون تفصيل فيها لأنه هي تشكل مدخل إذا بدأ أخوض في التفاصيل فيها ما أصبحت مدخل ولم تعد كتب مدخل المدخل يعني بيعطيك إشارة بيعطيك ضوء يسلطك الضوء على شيء معين فالآن أنا لما أقول والله هذا الكتاب مدخل إلى الفقه الإسلامي الآن بجي في هذا المدخل أعرف الفقه الإسلامي أبين مصادر الفقه الإسلامي شو هي الكتاب السنة الأدلة الاجتهادية المختلفة وأوضحها بشكل مختصر أضرب عليها الأمثلة بعض الجزئيات فيها لكن لا يعني والله أنا كتبت عن الاستحسان في المدخل أنه هذا يعد مرجع أساسي لكاتب يريد أنه إيش يكتب عن موضوع الاستحسان بطريقة تفصيلية لا أنا عطيته فقط إيجاز وموجز في هذه الحالة الآن النوع الثاني من الكتب اللي هي الكتب صاحبة الاختصاص المباشر بالموضوع فهنا مثلا الآن واحد عنده مؤلف اسمه مثلا عقد البيع هذا الآن يعتبر متخصص في عقود البيع مثلا إذا كان عقد البيع والله على مذهب الشافعية إذن هو متخصص فيما يتعلق بعقد البيع على مذهب الشافعية إذا كان عقد البيع دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الأربعة فهنا يصبح كتاب متخصص تناول دراسة عقد البيع على المذاهب الأربعة بطريقة المقارنة أو هذا كتاب الله يتعلق بالإجارة هذا يتعلق بالرهن هذا يتعلق بالشركات وأنواعها إما على مذهب من المذاهب أو بطريقة المقارنة هذه بنسميها كتب صاحبة اختصاصي صاحبة اختصاص مباشر صاحبة اختصاص مباشر إذن هذا المصادر من حيث التنوع الآن النوع الثاني أو القسم الثاني الموسوعات وأيضا الموسوعات الفقهية أو العلمية بشكل عام لها فائدة وشو فائدتها إنها تعطي الباحث في موضوع معين صورة عن أصل الموضوع وعن مصادره لما أرجع للموسوعة وأنه متكلم عن جزئية معينة أنا أريد أن أقدم فيها بحثا علميا فالآن هو يعيني يصلط لي الضوء يعطيني إشارات عن صورة هذا الموضوع وتصوره لأن الموسوعة تكتب بشكل موجز ومختصر تتناول هذه الموضوعات وليست بتفصيل كامل بشوف شو المصادر اللي اعتمد عليها واعتمدت عليها الموسوعة فهذه تغنيني وتريحني إني أنا لما أكتب موضوعي أرجع إلى هذه المصادر وأعرف عنوينها فلذلك إذن هذه الموسوعات مفيدة للباحثين تفتح لهم أبواب المعرفة فيما يختص أو يتعلق بأمور دراستك أو بحثك العلمي فعندنا موسوعات كثيرة مرت معنا قبل قليل منها الموسوعة الفقهية الميسرة عندنا الموسوعة الفقهية الكويتية منها الموسوعة الفقهية لعلماء الأزهر في مصر قلنا موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية وكثير في مختلف أنواع العلوم تجد هناك الكثير من الموسوعات النوع الثالث من المصادر اللي هي الدوريات الآن هذه الدوريات عبارة عن أربع أنواع الدوريات عبارة عن أربع أنواع مثل هذه الدوريات عندي دوريات متخصصة محكمة دوريات متخصصة محكمة هذه تعد من أوثق المصادر والمراجع العلمية وأقواها ليش؟ لأن أول شيء البحوث المبحوثة هي صادرة عن متخصصين ثم هذه البحوث ما نشرت إلا بعد أن قام بتحكيمها أيضا محكمون مختصون في ذات الموضوع في ذات الموضوع لأن هذه الدوريات المتخصصة التي فيها تحكيم يعني يتم تحكيمها ليش أفتق المصادر؟ لأن هذه قام بتأليفها مثلا طالب علم أو متخصص في الدراسات الفقهية أو الدراسات الحديثية أو الدراسات التفسيرية قام بصيغة هذه الدراسة وأرسل هذا البحث إلى المجلة الآن المجلات العلمية الرصينة الموثوقة تقوم بإرسال هذا البحث في الغالب إلى محكمين اثنين الآن التحكيم يتم بصورة سرية يتم بصورة سرية بمعنى المحكم لا يعلم من هو صاحب البحث حتى يقوم يحابيه ولا يقول والله هذا معرفة وخليني أمشيل البحث لا لما يكون الإنسان يقرأ ولا يعرف صاحب البحث أو صاحب العلاقة هنا يوثقه بموضوعية بتجرد إما أنه يقبل هذا البحث وإما أن يقوم برد هذا البحث إذا وجد أن البحث لا يصلح أن يكون بحثا علميا لأخطاء أو خلل موجود في هذا البحث هو يشير لمثل هذه الأمور وينبه طبعا يقوم برده بناء على حقائق موجودة يقوم بتوضيحها وتبيينها لأسرة المجلة أو القائمين على المجلة يقول لهم هذا البحث لا يصلح للآتي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعدد لهم الأمور التي تستوجب أن يقوم برد هذا البحث لأن ممكن يكون البحث لا بأس به لكن عليه ملاحظات هنا البحث أو المحكم ممكن يشير أن هذا البحث يقبل بتعديلات جوهرية ويشير شو التعديلات المطلوبة لأنه الباحث أيضا بشر ممكن يقع فيه هناك فيه أخطاء الآن هذه الملاحظات التي جاءت من هذا المحكم ممكن تثري البحث تثري البحث فهذه الآن الدوريات المتخصصة المحكمة هذه تعد إيش من أوثق المصادر لأنه حكمها محكمين اثنين وحطوا عليها ملاحظات فما خرجت للنور أو قبلت للنشر في هذه المجلة إلا بإيش إلا بعد مخاض عسير وتدقيق من قبل المحكمين من قبل المحكمين لأنه هنا ما فيه مجملات في هذه البحوث المحكمة بطريقة سرية لأنه قلنا المحكم لا يعلم من هو الباحث الآن من أمثال هذه الدوريات المحكمة عنا فيه الشارقة مجلة جامعة الشارقة للدراسات الشرعية والإسلامية هذه مجلة متخصصة في الدراسات الشرعية وفيه واحدة أيضا متخصصة في الدراسات القانونية وواحدة متخصصة في الدراسات الإنسانية فهذه مجلة لها وزنها لها قيمتها العلمية لأنه إلها هيئة تحرير وإلها محكمين يتم تحكيم البحوث فيها بطريقة سرية فلذلك في الغالب تكون البحوث لها نوع من المصداقية نوع من القيمة العلمية وأيضاً عندنا مجلات كثيرة في كل دول العالم توجد مثل هذه المجلات مثل مجلة جامعة الكويت للدراسات الإسلامية المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية مثلاً في جامعة آل البيت وهذه مجلة محكمة مختصة أيضاً في الدراسات الشرعية مجلة الشريعة والقانون أو مجلة دراسات في الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية وكثير كل دول العالم فيها مجلات محكمة من هذا الجانب طبعاً قيمة المجلة تستمد من وين إنه كم مضى على هذه المجلة وهي تنشر البحوث هل لها هيئة تحرير ولا ما إلها هيئة تحرير وهيئة تحرير هل هم من كبار الأساتذة ولا غير ذلك هذه كلها تدل على مدى قيمة هذه المجلة فإذن هذه الدوريات المتخصصة المحكمة عندي دوريات متخصصة لكنها غير محكمة غير محكمة يعني تنشر أي دراسة أو بحث يصل إليها بدون ما يرسلوا لمحكمين ولا يقوموا بتحكيم هذا البحث أو هذه الدراسة الآن طبعاً أهمية هذا النوع من الدوريات غير المحكمة هي متخصصة في جانب معين إما في العلوم الشرعية أو في الاقتصاد أو في جانب المصارف أو بأي تخصص من التخصصات التربوية أو القانونية أو غيرها هذه طبعاً هي تعد أقل أهمية من النوع الأول من النوع الأول اللي هي المتخصصة المحكمة الدوريات المتخصصة المحكمة ليش؟ لأن هذه ما فيها تحكيم للبحوث والدراسات فلذلك قيمتها العلمية متدنية قيمتها العلمية تعد متدنية لعدم تحكيم البحوث والدراسات المنشورة فيها النوع الثالث من الدوريات ما يسمى بالدوريات الثقافية ما يسمى بالدوريات الثقافية هذه الدوريات الثقافية موضوعاتها تتعلق بأمور متعلقة بالثقافة ويسميها بعض الجامعات أو بعض المؤسسات تسموها المجلة الثقافية تسمى المجلة الثقافية فهذه يعني من أنواع الدوريات من أنواع الدوريات الآن من الآن من أنواع المصادر أيضاً عندنا الإحصائيات الإحصائيات الآن واحد بدي يكتب كموضوع تربوي عن مثلاً الطلاق ونسبه قديش عدد المطلقات هذه الإحصائيات لا تأخذ إلا من الجهة الرسمية الحكومية التي اختصت في مجال الدراسة فقلنا واحد بدي يأخذ ويكتب عن أسباب الطلاق في المجتمعات الإسلامية أو في الإمارات مثلاً بيرجع لوين للمحكمة الشرعية ويأخذ منهم إحصائيات مثلاً السنة السابقة والسنة التي قبلها بيأخذ قديش نسب الطلاق وعدد حالات الطلاق واحد بده يعمل بحث عن مثلاً التسرب في المدارس يلجأ إلى وزارة التربية والتعليم ويطلب منهم إحصائيات في نسب وأعداد الطلبة المتسربين من المدارس ليقف على أسباب هذا التسرب على أسباب هذا التسرب إذن الإحصائيات كلها تأخذ من الجهات الحكومية المختصة في شأن الدراسة إذن لا تعتمد الدراسات أو الإحصائيات المأقودة من غير ذلك لا تقبل ولا يعتمد عليها أيضاً من المصادر المتنوعة الاستبانات إلى أن تعرف بعض أنواع الدراسات تحتاج أن تقدم استبانة لكي ترى ما هو الرأي والإجابات على هذه الاستبانة طبعاً يتم تصميم هذه الاستبانة حسب موضوع الدراسة حسب موضوع الدراسة والله أريد أن أعمل دراسة عن الاستثمار في قطاع معين في قطاع التجارة في قطاع الملابس في قطاع كذا فالآن ممكن أصمم استبانة عبارة عن أسئلة وأضع لها إجابات متعددة موافق موافق بشدة وكذا الآن أرسل هذه الاستبانات إلى المعنيين أو الناس المختصين في هذا المجال أنا أريد أن أعمل استثمار في قطاع الملابس أرسل هذه الاستبانة إلى التجارة التي حاملوا في هذا القطاع ويشوف ما إجاباتهم عليها أو أحد أريد أن يعمل استبانة قلنا عن أسباب الطلاق مثلا عن أسباب الطلاق فيضع أسئلة على هذا الموضوع ثم يرسلها إلى المعنيين يرسلها إلى المختصين إلى الناس ها هل المطلقين أنا فرضو أنه فلان طلق أبعث لها الاستبانة شو سبب يعني طلاق ويجيب لي عليها فالآن إجابتهم على هذا الأمر أو على هذا الموضوع بتشكل عندي إيش أرضية علمية أستطيع أني أنطلق منها وأعمل بحثي بناء على هذه الاستبانات وأعمل تحليل إحصائي طبعا الاستبانات هذه تقهون في الدراسات التربوية في الدراسات التربوية غاب ليبا فالآن هنا لأن هذا جانب اجتماعي مجتمعي أسباب الطلاق لأنه يتعلق بالمجتمع بشكل أهم ولا يتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية فهنا بدي يكون هذا إيش في مجال الدراسات الاجتماعية فالآن هو بيعمل تحليل إحصائي لهذه الاستبانات ويقف على الأسباب ويعطينا نسب قديش أنه كل سبب من أسباب الطلال قديش حصل نسبة في هذه الاستبانات إذن الاستبانة بتشكل إيش مصدر من المصادر العلمية ثم عندي من المصادر الدراسات الميدانية الدراسات الميدانية الآن واحد بده يعمل دراسة على فئة معينة من المجتمع والله بده يعمل دراسة عن أصحاب الهمام وشو المشاكل اللي تواجههم هذه دراسة ميدانية يحتاج أنه ينزل إلى الميدان يلتقي بهؤلاء الناس يتحسس أمورهم شو مشكلاتهم شو حاجاتهم ماذا يريدون من الدولة مثلا أو واحد بده يدرس دراسة ميدانية معينة وجد مكان مثلا بالدراسات الجيولوجية هل المكان هذا مثلا فيه معادن فيه خيرات فيها غير من الأمور فيعملنا هذه الدراسة الميدانية فيقول والله هذا المكان مثلا يتوفر فيه المعادن الفلانية ونقدر كميتها بكذا وكذا هذه دراسة ميدانية دراسات ميدانية شو توصل لنا تاعج من خلال دراسته نستفيد من هذه الدراسات الميدانية ونقوم بالبناء عليها الآن اتطورت الحياة في عصرنا الحاضر فعندي الآن برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر ممكن تشكلي مصدر من المصادر اللي أستطيع الاعتماد عليها في إعدادي موضوع بحفي أو دراستي أو رسالتي العلمية في الماجستير أو طروحتي في الدكتوراه فالآن هذا أصبحت هذه البرامج الكمبيوترية التي تبنى على الحواسيب أستطيع من خلالها أني إيش أصل للمعلومة بأسرع وقت وأقصر وقت طبعا بشرط أنها تكون هالموسعات أو هالبرامج العلمية إنها تكون موثوقة وقد أخذت من أمهات الكتب وأن المصادر فيها صحيحة وأرقام الصفحات صحيحة والمعلمات كلها موثقة ما فيها نقص ولا خلال أو اضطراب فهذه برامج الكمبيوتر تشكل هذا الأمر عندنا الآن من المكتبات المشهورة الإلكترونية اللي هي برنامج كمبيوتر المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة هذه المكتبة الشاملة على ماذا تحتوي هذه المكتبة الشاملة تحتوي على مختلف كتب التراث وأيضا فيها العدد الكبير من الكتب المعاصرة من الكتب المعاصرة الآن لو يجينا على هذه المكتبة الشاملة نجد فيها مثلا كتب تتعلق بالعقيدة كتب تتعلق بالفرق والأديان فواحد يكتب بحث في العقيدة يستطيع الرجوع إلى هذه الكتب لأن هذه الآن المكتبة الشاملة بيقولك هذه الكتب موافقة للمطبوع أو غير موافقة للمطبوع يعني فيه إشي مرقم آليا وإشي موافق للكتب المطبوعة فيحط لك هو إشارة أن هذا الكتاب صادر عن الدار النشر الفلانية رقم الطبعة كذا تاريخ النشر كذا يعني بعطيك المعلومات الببلوغرافية اللي هي متعلقة بهذا الكتاب وهذا يخدم الباحث لما يقولك الكتاب موافق للمطبوع إذن صفحات اللي راح تجدها على المكتبة الشاملة محطوط للجزء وهذا إيش الصفحة رقم كذا راح تجدها متطابقة مع الكتاب الأصلي اللي هو إيش تم اعتماده في المكتبة الشاملة الآن واحد بده يعمل بحث فقهي يريد أن يعمل بحثا فقهيا أيضا تجد أنه منبوبي لك كتب المذاهب هذه كتب المذهب الحنفي ثم مذهب المالكية ثم مذهب الشافعية ثم مذهب الحنابلة ثم الظاهرية ثم بعد ذلك عندك إيش الكتب العامة اللي هي المعاصرة يعني كتب حديثة مؤلفات ممكن تجد فيها الآن كيف البحث في هذه البرامج برامج الكمبيوتر أو هذه المكتبة الشاملة طبعا هم حاطين لك إيش عملية بحث مثلا أنا بدي أبحث عن زي ما قلنا بدي أكتب في خيار العيب فأذهب إلى مثلا كتب الفقه الآن دي أكتب أنا في المذاهب الأربعة أضع مؤشر على مذهب الحنفية تطلع لكل كتب الحنفية بعتمد جميع الكتب مذهب المالكية نفس الشيء الشافعية الحنابلة لأن أكتب طريقة المقارنة فأضع كلمة خيار العيب خيار العيب فلما أضع هذه الكلمة أجد إيش وأعمل عملية البحث ابدأ بالبحث بطول لكل المصادر والمراجع اللي وردت فيها كلمة خيار العيب وإن وردت بيأشر لي عليها بلون مميز فهنا هذا يسر علي عملية البحث في بطون الكتب الورقية يسر علي عملية البحث في بطون الكتب الورقية فأقوم أنا بالرجوع لهذه المعلومات أفتح الصفحات أختار منها ممكن أعمل كوبي بيست تستطيع أنك تعمل كوبي بيست وتجمعهم في ملف خاص والنسخ في المكتبة الشاملة خاصة الحديثة منها النسخة الأخيرة تستطيع أنك تعمل عملية كوبي مع العزو شو العزو بيقول لك والله هذه اللي أنت نقلت لما نقلت على ملف وورد هذول مصدرهم مثلا كتاب المبسوط للسرخصي الجزء كذا والصفحة كذا ها فهذه بتفيدك أنت في عملية التوثيق عملية التوثيق وتعرف أنه شو المرجع اللي هو إيش أنت نقلت منه فالآن أنا بسهولة ويسر أرجع لجميع المذاهب أنقل كل ما أحتاجه في هذا الجانب وأضعه فيه ملفات خاصة ثم أعود إلى عملية الفرز والتنقيح فيها إذن هذا لو أبدي أبحث عن مصطلح فقهي أو يعني عنوان لي أبدي أكتب فيه أدخل كلمة من المطلوب تجيني كل ما يتعلق بهذا الموضوع فيه يعني ثواني أو دقائق معدودة طب الآن هذه أيضا في عندي كتب حديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المخطوطات الحديثية الكتب التسعة كل كتب الحديث الكتب اللي حكمت على الأحاديث شروح الأحاديث كلها موجودة فالآن مثلا والله بدي أخرج حديث الآن بسهولة ويسر من خلال المكتبة الشاملة أدخل جزء كلمة كلمتين من هذا الحديث وأعمل عملية بحث فالآن بيطول لكل المصادر اللي ورد فيها الحديث وأيضا برجع من خلال هذا الأمر بعد ما أروي هذا الحديث أو أوثق هذا الحديث أنه والله رواه البخاري رواه بن ماجة الآن بستطيع إذا كان الحديث مرويا في غير الصحيحيني هنا ينبغي إني أرجع لأين إذا كان فيه أحمد يعني مسند الإمام أحمد ولا مسند سنن الترمذي ولا سنن ابن ماجة أبو داود هذه تحتاج إلى بيان حكم الحديث أرجع إلى أقوال العلماء اللي إيش حكموا على الحديث لأنه يسموها كتب التخريج هذه لما يكون حاط عليها إشارة حطيث الحديث راح يظهر في هذه الكتب فأرجع مثلا للتلخيص الحبير لبن حجر هذا إيش حكم على الأحاديث فإذا وجدت إليه حكم أنه هذا الحديث حسن هذا الحديث صحيح هذا الحديث ضعيف يتبين لي هذه الكتب شو درجة هذا الحديث لأنه هذا الحديث أنا بدي أستعين فيه من خلال بحثي من خلال دراسي أستخدمه كدليل من الأدلة حتى هذه المكتبة الآن صاحب البحث في الدراسات الشرعية يحتاج أن يعرف لغة بدي يعرف الإشي من ناحية اللغة فعندي معاجم اللغة العربية كلها موجودة مثل لسان العرب القموس المحيط غيرها من الكتب موجودة فأدخل جذري الكلمة وأعمل عملية بحث تطلع لي إيش كل ما يتعلق به تعريف هذه الكلمة من الناحية اللغوية وأوثق من هذه المصادر بدي يعرفها صلاحا أيضا المكتبة وفرت لي إيش معاجم اصطلاحية معاجم اصطلاحية مثل معجم لغة الفقهاء وغيرها من المعاجل أستطيع الحصول على التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمات اللي أنا أبدأ أستخدمها وين في بحثي العلمي فلذلك هذه سهلت ويسرت على الباحثين الشيء الكثير أيضا من المصادر صفحات الانترنت الآن تعرفوا هناك صفحات ويب سايت منها ما هو خاص ببعض الفقهاء والعلماء المعاصرين فالآن أنا ممكن أستخدم هذه الصفحات الانترنت وأوثق أنه أنا هذه المعلومة أخذتها من الويب سايت كذا أوثقها وحط الويب سايت اللي أخذت منه في الهامش هذه مواقع العلماء فيها فتاوى فيها أقوال لهم فيها أمور معينة لهم مصنفات ناشرينها على هذه المواقع أو صفحات الانترنت ممكن تخدمني أيضا هيئات الإفتاء أو المجامع الفقهية اليوم المجامع الفقهية هذه بستفيد منها وأرجع من خلال مواقع الانترنت إلى ما صدر عن المجامع الفقهية في أي مسألة من المسائل الفقهية التي تبنتها وأصدرت فيها رأي فهذه تعيني وتخدمني في موضوع دراسي وبحثي فأعتمد على صفحات الانترنت أيضا قلنا مواقع القاصة بالعلماء ببعض المدونات الفقهية مثلا الموجودة على الانترنت هذه برجع لها وأوثق منها ممكن أستفيد فتاة فتاة معينة وراء مفتين أفتوا في هذه الأمور وهذه القضايا طبعا الآن عنا بعض المصادر المنتخبة في الدراسات الإسلامية يعني نأتي إلى مثلا ما يتعلق بأصول الدين كمثال هذا وإحنا إلنا عودة مستقبلا إن شاء الله مع هذه الموضوعات فالآن عندنا مثلا لو إجينا لكتب ما تتعلق بتخصصات أصول الدين في جانب التفسير أو جانب الحديث وغيرها فالآن عندي كتب علوم القرآن كتب أو ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم فأجد الآن مثلا ده أكتب بحث يتعلق بعلوم القرآن يتعلق بعلوم القرآن إما عن أسباب عفوا عن مثلا القراءات السبع أو القراءات العشر أو غيرها من الأمور الوحي وما يتعلق بالوحي فعندنا كتب يعني موجودة في التراث يعني نحن نمثل عليها تمثيل عندنا مثلا كتاب الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن اللي هو بدر الدين الزركشي هذا كتاب البرهان في علوم القرآن وهو كتاب قديم يعني مع أنه كتب العلوم القرآن اليوم المعاصرة كثيرة كلها معتمدة على هذه الكتب أيضا كتاب الإتقان في علوم القرآن هذا للإمام الصيوطي أيضا من العلوم المنبثقة عن علوم القرآن أسباب النزول واحد والله بده يتحدث ويشوف شو سبب نزول للآيات لأنه تعرفوا الآيات أحيانا لها سبب نزول فعنده كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي فالواحد بده يعرف شو سبب نزول هذه الآية الكريمة ينبغي أن يرجع إلى المصدر الأساس اللي هو أسباب النزول لأنه الواحدي جمع أسباب نزول الآية وطبعا في غيرها من الكتب هذا على سبيل التنفيل ثم عندما يتعلق بعلوم القرآن ما يسمى بفهارس القرآن فالآن عندنا فهارس القرآن أو فهارس ألفاظ القرآن الكريم عندي ما يسمى بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم يعني الآن هذا المعجم كان يخدم الناس فيما سبق يعني بدأ أبحث عن مفردة قرآنية والله قاعد أنا بدأ أكتب مثلا عن العدالة أو العدل في الإسلام بدأ أكتب موضوع في التفسير دراسة موضوعية فأرجع بدأ أشوف آيات العدل أو آيات العدالة وأبحث عنها الآن من خلال المعجم برجع الكلمة إلى أصلها الثلاثة ثم أقوم بالبحث عنها لكن الآن التكنولوجيا الحديثة الآن هذه المكتبات الشاملة مواقع النت أو المصاحف الموجودة معنا على التليفونات فيها عملية باحث تستطيع من خلاله تدخل الكلمة التي تريدها ويبحث لك عنها ويشير لك هذه الكلمة وين وردت شو العايات التي وردت فيها هذه الكلمة وهذا من نعمة الله وفضله على العباد أيضا عندنا كتاب بفهارس القرآن أو ما يتعلق بألفاظ القرآن المرشد إلى آيات القرآن وكلماته لمحمد فارس بركات أيضا عندي فهرسة موضوعات القرآن الآن عندي كتب اشتهرت إنها جمعتنا موضوعات القرآن كل آيات القرآن المتعلقة بموضوع معين مثلا آيات القرآن المتعلقة بالبيع المتعلقة بالربا المتعلقة بكذا جمعت هذه الكتب ورتبتها وبوابتها وعندي الفهرس الموضوعي أيضا لآيات القرآن لمحمد مصطفى لمحمد مصطفى يعني هذه كلها عنية بهذا الجانب أيضاً عندنا من الكتب المتصلة بعلوم القرآن ما يسمى بغريب القرآن اللي هي المفردات الغريبة عندي المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وأيضاً تفسير غريب القرآن لابن قتيبة لابن قتيبة أيضاً عندنا من الأمور المتصلة بعلوم القرآن تفسير القرآن عندي التفسير بالرأي وعندي التفسير بالمأتور وعندي تفسير جمعت بين المأتوري والرأيي وعننا تفسير تعلقت بآيات الأحكام فالتفسير بالمأتور مثل جامع البيان عن تأويل آي القرآن لبن جرير الطبري عندنا التفسير بالرأي وهو مفاتيح الغيب للإمام الرازي للإمام الرازي عندي تفسير جمعت بين الاثنين بين المأتوري وبين الرأي المأتور طبعا هو ما يتعلق بما نقل عن السلف عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات هذا نسميه تفسير بالمأتور التفسير بالرأي اللي هو تفسير اجتهادي تفسير بالاجتهاد فالآن عندي كتب جمعت بين المأتور والرأي اللي هو كتاب الشوكاني فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في التفسير أما تفسير آيات الأحكام عندنا الجامع لأحكام القرآن اللي هو للإمام القرطبي للإمام القرطبي هذا يعدش تفسير آيات الأحكام وعندنا طبعا تفسير معاصرة في آيات الأحكام عندنا كتاب الجصاص الحنفي هذا أحكام القرآن وابن العربي أيضا كتاب أحكام القرآن هذه كتب تعتبر تفسير لآيات الأحكام لأنه التفسير انصب فقط على الآيات التي ضمنت أحكام شرعية أيضا من الأمور المتصلة بعلوم القرآن تأويل مشكلة القرآن وهو كتاب القاضي عبدالجبار يسمى متشابه القرآن متشابه القرآن إذن هذا ما يتعلق بكتب التفسير أما ما يتعلق بعلم الحديث لدينا كتب المتون مثل الإمام صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجة والموطأ للإمام مالك سنن الدارمي سنن البيهقي المستدرك للإمام الحاكم والمسند للإمام أحمد بن حنبل هذه سموها كتب المتون اللي هي حوت في متونها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو متون الأحاديث النبوي مع الرواه الآن من كتب الآثار عندي المصنف يعني هذا كتب آثار اللي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم وأقوالهم فعندي كتاب المصنف لابن أبي شيبة كتاب المصنف للصنعاني وعندنا كتب اعتنت بأحاديث الأحكام مثل كتاب المنتقى لابن تيمية وبلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام بن حجر أو سبل السلام للإمام الصنعاني هذه كلها كتب في أحاديث الأحكام ثم عندي كتب مساعدة على التخريج اللي هي تخريج الأحاديث اللي هي أحاديث الأحكام هذه كلها جاءت إلى كتب الفقهاء وشو استدلوا بأدلة عملت على تخريج هذه الأحاديث مثل كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية هذا كتاب الهداية من كتب الفقه الحنفي ثم تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني وعندنا كتب تناولت الأحاديث الموضوعة ككتاب الصيوطي اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ثم الكتب اللي اعتمدت على موضوع الناسخ أو المنسوخ من الأحاديث مثل كتاب الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أيضا هناك مما يتصل بعلم الحديث رجال الحديث عندنا ما يتعلق بالرجال هم الرواه الآن ممكن أنه أنا من خلال دراسة تخريج الأسانيد أو دراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث أنه أرجع إلى سلسلة الرواه في أي حديث من الحديث وأرجع أشوف شو قالوا عنهم العلماء وأستطيع الحكم على الحديث من خلال هؤلاء الرواه فلآن عندنا كتب تناولة رجال الحديث اللي هم رواه الحديث عندي كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر وكتاب الذهبي ميزان الاعتدال بيّن فيه صفات رواه الأحاديث بالجرح والتعديل كتاب الضعفاء أيضا للإمام الذهبي والجرح والتعديل وعندي كتب أيضا مصطلحات في الحديث منها كتاب ابن الصلاح اللي هو علوم الحديث اللي هو علوم الحديث وبهذا نكون أحبائنا قد انتهينا من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين